السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بمثلك العلوم الحياة والارض. في هذا الفيديو سنقوم بتصيح امتحان جريبي لالفين وعشرين. الدورة العادية اللي كانوا اجتازوا الدلالي عن بعد يوم اربعة يونيو يعني من هات الشهر الفين وعشرين. دونك اللي اللي تعطل عليه انه ينجز هاد الامتحان جريبي. غادي يلقى الرابط ديالو بالفرنسية وبالعربية اسفل هاد الفيديو هاد الفيديو. يعني في الوصف ديال فيديو غادي يلقى. دونك في الفيديو غادي نخصه فقط الى لتصحيح الكيميا. جزء الكيميا. دونك الكيميا. كنا ندروا الى في الموضوع عادل على الميتيل الامين. سياسة روين اشدو. فهو غاز عادي من اللون. وقابل للاشتعال. في شروط العادية درجة الحرارة والضغط. يستعمل في عدة ميادين تصيد على المبيدات الصباحة وغيرها. يهدف هذا التمرين الى دراسة محلول الماء للميتيل الامين. ومعايرته بواسط قياس في اش. معطيات تم جميع القياس عند درجة حرارة 25. هنجد ايوني للماء. هدنا تعبيثات الحمدية للمزدوجة. هنأطونا المزدوجة لاحظوا. لان اشتركوا معطيات مهمة. الناس اللي ما تعرفوش وشال الميتيل الامين وشحمده لقاعدة الى غدالك. قاعدة فهو قاعدة. لانك نعرفو ان المزدوجة تكتب على شكل حمد قاعدة. دائما المزدوجة تكتب على هذا الشكل. عشقه حمد قاعدة. اذا متى امين فهو قاعدة. وعشقه الحمد هو اشتروعين اشتروعين اشتروع بليش. ما تعطوك المزدوجة كيعتوه لك على هذا الشكل هذا. كيعتوك البيكا او كيعتوك هنا المزدوجة هاي. جدول من ناطق انعطق بعض الكواشف الملوينة. اعطونا الكواشف الملوينة. هنا قلنا الجزء الاول دي رسلت المحلول المائي للميتيل الامين. نعتبر المحلول المائي سبه للميتيل الامين. حجمه V وتركيزه سبه. تركيز بي اشتروعين القيمة. اذا اعطونا البي اشتروعين او بليس. يعني اشتروع بليس كي ساوي اشتروعين ناقص بأش. قدام بعض العلاقات هذه. فهمين؟ قدام بها. يعني خاصنين دي رسلتين. نمديج تفاعل الميتيل الامين مع الماء بالمعادلة التالية. وعلى المعادلة التالية. سؤال واحد. انشئ جدول الوصفي لتقدم تفاعل الميتيل الامين مع الماء بدلالة سبه V وتقدم X و X فينا. ندير جدول الوصفي. واحد واحد. لدينا الجدول الوصفي. المعادلة التي لدينا. اولا قبل قد نتراسي الجدول. ندير جدول. ندير جدول في المعادلة هي. CH3NH2 زائد H12 سوف تعطينا CH3NH3 PLUS زائد H أمو. هذه المعادلة الكيميائية. لدينا حالة المجموعة. لدينا حالة المجموعة. ثم التقدم. نديره. هناك نديره. كمية المادة. ب المال. نديره. الجدول الوصفية قد نعرفه بأنه في ثلاثة المراحل الحالة البدئية خلال التفاعل ثم الحالة النهائية نضم الحالات الوصفية في الجدول الوصفية الحالة البدئية هنا key نقوم لدينا كامله الحالة البدئية نضم الحالة البدئية كمية المادة نضم الحالة ثم نضم الحالة نضم الحالة تقدمه X ثم C B V B ناقص X فينال حيث قالوا نديره X فينال X فينال X فينال X فينال سيبون؟ مزيد السؤال جوج واحد قال لنا حديد نسبة التقدم نهاية لن تقدر نسمه فينال لذلك نعلم أن أن نستطيع تقدم X فينال على X ماكس تحديد X ماكس نبدأ بإعجابه إلى السهل تحديد X ماكس كما نحدد X ماكس نفترض أن التفاعل كل ضروري خطيبا لكم كل شي كيتعود لكن رأي مصحح كي يأخذ من الاعتبار العملي نفترض أن التفاعل كل بما أن الماء وافر فإن المتفاعل المحيط هو المتفاعل نفترض أن نتعطي إلى الأجانين نفترض أن نفترض أن نقل الهدئ ويجعل نظر أن يتعامل أن يتعامل ويجعله ويجعله وهذا هو من أجسد وهذا هو من أجسد وهذا هو من أجسد إذاً لأجسد هذه الأجسد إذا كانت النقاط جيدا. إذا ما سوف تنقص لنا؟ إذا كانت أيضا أن نقوم بتكلمها بساعدة لتوضع ديركت حيث يساوي 0 مثلا يقولون يقولون أن تقوم بالترابع لتقوم بيجرد ديركت حتى لا نضع هذا شيء واحد pertama سمتقول لي ان لا ارتك علي فعل ما من المين ولا بar ارتك علي중 يجب أن نتخاف بوع من المين يوم فترضنا التفاعل كله فترضنا التفاعل كله وإذا افترضت التفاعل كله خذك المتفاعل الموحيد إذن تقول بما أن المعوافر هذا هو المتفاعل الموحيد أو تحللها نحن نقوم بإمكانك تحديد x final هنا نتوقع تحديد x final نحن نوعين ونحن نقوم بإمكانك انا احنا نقوم بإمكانك يعني x final نحن نقوم بإمكانك وانتوقع x final هو x final أقوم بإمكانك دائما التركيز هو الكمية أقوم بإمكانك إذا سأضع الوصف تركيز حو موال يساوي x final على وفه إذن تابخي لتابلت عوص موالي donc x final سي لا كونتراتيو حو موال فو وفه نحن مزيان نحن بقنا ولكن وحو موال ويك نشي تدير أشخو موال 10 و 10 لن يساوي ما زالي فلنفع اذا احنو كان دير كان دخل ما يسمى الجداء الايوني لما لدينا إن فتكون عندك اشخو موال اعرف انك تدخل بالكعو إن فتكون عندك اشخو موال كعوك تسوي اشخو موال فا اشتر واقبليس يعني تركيز H1W اشنو يساوي K-E على تركيز H2P هذه القاعدة إن فتكون عندك H1W عرف أنك تحولها لH2P بلانسيو إلى قياس البيعاش نظرا إلى قياس البيعاش إذن هي K-E هذا يعطينا أن تركيز H1W هو K-E على 10 أس ناقص بحش سمو نحن رقنا 10 أس ناقص نعود دفعه وميلته تساوي X-Final هي 10 أس ناقص على 7 أس ناقص مشاهد مشاهد تختزلت تعطينا هي 10 أس ناقص هي K-E مضربة في 10 أس ناقص 10 أس ناقص بحش على 7 أس ناقص بحش لأنه 10 أس ناقص بحش إذا طلعنا على الفق الأس تغير الإشارة هذه قاعدة في الرياضيات إذا لديك الأس وطلعته العدد للفق يتغير إشارة الأس وبالتالي تساوي نحسبها ك-E أعطينا 10 أس ناقص بحش نضربة في 10 أس بحش وهي 10 أس 11.8 على 7P وهي 10 أس ناقص بحش وهي 10 أس ناقص بحش تساوي ونحسبها 10 أس ناقص بحش 10 أس ناقص بحش نضربة أولن دير زائد ممكن الجميع الأساسية 11.8 جوج 10 أس ناقص بحش وأعطينا 10 أس ناقص بحش 3.1 ونحسب ممكن جميع الأساسية ممكن هذا 10 أس ناقص بحش أس ناقص بحش أو 10 أس ناقص بحش 10 أس ناقص بحش استنتيج بما أن توقف جديرة أصغر من واحد إذن تفاعل غير كل ريكسيون ليميت إذن التفاعل غير كل ريكسيون ليميت ريكسيون ليميت وهنا نخدم نعمين يالله شو السؤال واحد ثلاث يعطي مخطط الغيمانة 6H32H3+, 6H32H2 وستنتج نوع المهمين في المحل مخطط الغيمانة وهذا هو الدياغرام de predominance مخطط الغيمانة يرسمون بحالاته لدينا مخطط السلم pH ونأخذ pk هذا هو القيم التي سنخدمها اليوم السلم يعني المتغير المحور ومخطط الغيمانة يعني المتغير ومخطط الغيمانة ولكن هذه قيمة هي 10.96 هي pk ومخطط الغيمانة لأنه pH يقدر أنه يأخذ قيمة pk ومخطط الغيمة لأنه يكون قيمة pH صغر من pk النوع المهائمين وشكون هو الحمد النوع المهائمين هو الحمد ولمخطط الغيمة لأنه يكون الحمد ومخطط الغيمة يعني هي الساعات 1H2 إذاً ما هو النوع المهمين؟ هناك PH هال 11.8 11.8 كذلك أكبر من PK استنتاج بما أن PH جانب أكبر من PK إذاً ما هو النوع المهمين؟ إذاً النوع المهمين هو القاعدة أو هي القاعدة لأن PH نحن في المحلول 11.8 11.8 10.6 هي القاعدة هي الساعات 1H2 هذا هو مخطط لهما دائماً إذا كان PH أصغر من PK حمد والمهمين PH قدرون PK قاعدة المهمين ما سيساعد الحاجة هنا PH يساوي PK ليس هناك نوع مهم يعني تركيز القاعدة يساوي تركيز الحمد تركيز الحمد هناك نوع مهم تركيز الحمد تركيز الحمد تركيز الحمد تركيز الحمد تركيز الحمد هم تركيز الحمد يقول أهدنا أنه يبدأ بالنواتيش نبدأ بالنواتيج نسأل ونقول لكم لماذا نبدأ بالنواتيج ساع 3 و 2 ايضا ديما نبدأ بالنواتيج ساع 3 و 3 ايضا ساع 3 و 4 ساع 3 ساع 3 ساع 4 ساع 4 ساع 3 ساع 4 ساع 4 كيف نحن قبيلا في عشرة و سبعة عش يجب كأو في عشرة و سبعة عش مزين هذا أشعوم التركيز سأقوم بكم على الأشياء هنا هي X فينا ألف V يعني أن التركيز C أشتروا N أشتروا هي كأو في عشرة و سبعة عش لأن عشخ مو هي كأو لعش تروبز بنا نقبل ذلك المشاهدين لا أستطيع تلك تركيز 18 تروعين عشده تقول في نتيحة الوطنية إذا كانت لا أستطيع تلك التركيز كيف هذا التركيز 18 تروعين عشده سبعة عشده أشبه لي 19 تروعين عشده كيف هو التركيز سيكون و سبب و V X فينا كمية المادة ونقسم على الحجم إذن هي CB V X X V هذه CB X 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 أمور إنك قولها وأنتم قلنا كويلها 10 % ِ٥ أعيني وقلنا هي كأ على تركيز أشتروا وأبليس هي كأ ما هو أشتروا أبلس؟ هي 10 أس ناقص بأش 10 أس ناقص بأش نطلعها للفوق تقول لي هي كأ فى 10 أس بأش تقلب الإشارة كأأ فى 10 أس بأش تفهم إذا هذه هي الطريقة لكي ندير إذن نحن لقيتهم بجلج نقسمه واحدة على واحدة نريد من C1H2 على C1H2 إلى C1H2 إلى قسمه واحدة على واحدة C1H2 هي الـ Cb ناقص كأف عشر أوس بعش على الـ C أشتروا و الـ C أشتروا هو بلس هي كأو على كأف عشر أوس بعش نفرق هذا المقام أقول ليه الـ Cp على كأو فعشر أوس بعش ناقص كعوف عشر أو سبيعش على كعوف عشر أو سبيعش يناقص واحد يمكن نشوفوا هنا اشنو هذا دين دونك نعودوا لنكسبوها هنا اذا هي تركيز على التركيز يساوي ناقص واحد نكتبو كيف غاومة زائد هاد كعوف هي عشر أوس ناقص ربعتاش كعوف عشر أوس ناقص ربعتاش نعودوها سأقول لي هي سبي على عشر أوس ناقص ربعتاش نضربها فعشر أوس بأش هادي هي ناقص واحد زائد سبي على ناقص ربعتاش ناقص ربعتاش ناقص ربعتاش ناقص ربعتاش عبدالإشار عبدالإشارة بأش أ характер ناقص بأش هذه الفرعة قد كذلك يعني هي ناقص واحد زائد سي باعشرة و سبكا او ناقص اربعة عشر هذا هو تعليم ديانة وهذه الطريق نجدول وصفي فرج من جدول وصفي معطيات وقسم واحدة على واحدة تركيز هو كمية المادة على الحجم تركيز كنا نقوله هو كمية المادة على الحجم كمية المادة من الجدول كمية المادة من الجدول وصفي كمية المادة هذه من الجدول وصفيق سوف نقوم بمعايرة الحجم VB 30 مليلتر من محلول مائل الميت الأمين نقوم بمحلول مائل الميت الأمين بواسط محلول مائل أسأل حمد الكلوريدريك للتركيز السعر نقوم بمعايرة الحجم ثم هو محلول معاير يعني السوليشن تترانت لاتا كس بيشار أربعة محلول معاير سوليشن اتتري خمسة محلول 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 سؤال جوج جوج اكتب معادلة التفاعل اكتب معادلة كمين من الجنة المعايرة معادلة المعايرة سؤال جوج اكتب معادلة المعايرة المعايرة المعايير 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 المعاي سوف تفاعل من منحة واحد كلي سي أشتروا إن أشتروا بلس هذا ما يتغير زائد سوف تكون عشر دوزو سوف تغيره دائما لك لأن أشتروا أو بلتوله عشر ومهنة عشر ومهنة عشر يكون كنادي هذه المعامل كل سؤال جوج ثلاثة تضبط جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة واحد حدد إحداثيات 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 نقطة التكافة مبيانيا نجد 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 مرسومة إذن نجد 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 هذه القطعة بحيث أن القطعة تكون أمودية عليهم باعم نجد 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 كمثال كمثال كرسم كرسم مواسط القطع بحيث الواسط يكون توازم المستقيم المستقيم هذه النقطة وهذه المستقيم هي نقطة فهذا فهذا الفي اش فهذا الفي اش في اش فهذا فهذا ايضا واحد واحد البي اش رايجي تقريبا خمسة فاصيلة شي حاجة هادي ناخد الانميز مثلا خمسة فاصيلة ثمانية هادا القيمة انتما إلا كانت عندكم الورقة أو إلا خديثة أمزيان هادا القيمة هادا عندنا عندنا هنا ياربعة ثمانية تناش اتناش استاش عشرين احنا ربعة وعشرين احنا احنا ربعة وعشرين احنا تكون شحال يعني زيانين بربعة احنا اصلي احنا شحال مربع واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عاشرة عشرات المربع عشرة المربعات نحن لدينا 4 يعني 4 على 10 تفاهمي؟ هي شحر يصير فصيلة 4 لأنها ربعة المربعات من 20 إلى 24 كنا 4 ميليليتر كنا 4 ميليليتر في 10 إذاً هي 4 على 10 لدينا فصيلة 4 تفاهمي؟ لدينا فصيلة 4 في كل مربعات صغيرة كيف المربعات لدينا؟ لدينا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 تعطي المربع؟ لا، كم لا؟ لدينا 1 جوج 3 4 5 6 7 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 8 2 2 8 في هذا الحجم فيب AE 22.8 ميليليتر نستطيع أن نكون غلط فيها نستطيع أن نكون غلط في حساب القيمة على أي مبدأ 22.8 ميليليتر ونرى ما هذا إذن السؤال الأخوة سأحسب سيبريم سيبريم هذا يعني نقطة عند التكافؤ حجم ونرى جوج عند التكافؤ سيبريم سيبريم فى 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 كمية المادة كمية المادة الوضع واللقات الوضع كمية المادة اعلى بيب سيبريم دروف بإضغط ثم على ثلاثين مليليتر على طوالينا إذن سيبريم بتساوي إذن هي جوج فعشرها ستناقش جوج مضروبة في 22.8 بدون تحويل المليليتر لأنه كان مليليتر على مليليتر على ثلاثين هي واحد فصيلة 52 عشرها ستناقش جوج مول مليليتر دائما الحجم لأنها نسبي ستكون خاطئ انتلاق من الجدول على عين مليلي الكاشف ملائم لإنجازها للمعايرة فهي بجهاز pH متر يعني إذا لم نعنى pH متر ما هو الكاشف ملوي المناسب لذلك الكاشف المناسب نعنى pH E نعلم أننا 5.8 5.8 5.8 إذا الكاشف المناسب هو الذي ينتمي إلى 5.8 سوف نعنى سوف نعنى pH 5.8 هذا هليونتين لا 3.4 4.4 5.8 لا يوجد في الدماج هنا 5.8 أولا هنا 5.8 هنا يعني هنا 6.8 7.6 خارج لا يوجد 5.8 هنا لا يمكن إذا الكاشف المناسب هو أحمل كلوروفينول كيف يمكن أن نعنى كيف يمكن أن نعنى كيف يمكن أن نعنى إلى المجال 5.8 إذا الكاشف المناسب الانديكاتور convenable هو أحمر الكلوروفينول و أحمر الكلوروفينول و لا حسب قيمة الـ pH للقطع ولكن إذا كالمنتصف على حسب المنتصف في إن كان منتصف القطعة لا يكون شيء منتصف القطعة إذا كالنص هنا ها كمين يعني تقدر تكون 5.6 5.6 كل ما يكون لديه أحمر يقرره هنا ثم كذا تصحير كيميا المتحان الجربي الخاص بعلوم الحياة والأرض هنا تكونوا فهمتوا الطريقة الإجابة حاولوا أنكم تعودوا الجواب ولكن الناس الذين لم يجاوبوا لم يجاوبوا و بارتاجوا مع الزملاء لك 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 اللقاء في فيديو آخر سوف يكون بخصوص تتم الإمتيحان الجريبي نعم السبب التصميم السبكون اشتركوا في القناة